كارولينا هذا الموضوع بدأ يتفاعل وبدأ يأخذ زخم بشكل كبير خلال الأيام والساعات الماضية وبدأ أيضا التقارير الصحفية توضح حقيقة هذا الخلاف الفرنسي الأمريكي فيبدو أن فرنسا ليست فقط عاتبة وعبرت عن حالة غضبها وسخطها تجاه الولايات المتحدة الأمريكية لخسارتها ملف تجاري وصفقة تجارية كبيرة جدا كانت تقدر ب56 مليار يورو ولكن هناك بعد آخر لهذه القضية ففرنسا غاضبة أيضا لأنه تم استثناءها من هذا التحالف هي غاضبة من ناحية استراتيجية الحديث بدأ يكون كارولينا أن فرنسا كان لها رغبة أن تكون ضمن هذا التحالف الثلاثي لأن لها مصالح استراتيجية كبيرة جدا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وبالتالي استبعاد فرنسا عن هذا التحالف أيضا زاد من غضبها إضافة إلى موضوع خسارتها الصفقة التجارية وصفقة الأسلحة والغواصات طبعا مع أستراليا هذا كله من جانب من جانب آخر هو المواقف الأمريكية المتصاعدة الحديث عن مكالمة من بايدن لمكرون كارولينا لتنفيس هذا الاحتقان ورأب الصدع المتنامي والمتزايد خلال الأيام الماضية أيضا الحديث عن لقاءات مرتقبة ما بين مسؤولين أمريكيين ومسؤولين فرنسيين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى الأيام المقبلة أيضا لرأب هذا الصدع وحل هذا الخلاف الدبلوماسي وتهدئت هذه العاصفة الدبلوماسية التي اشتعلت مع فرنسا فعين واشنطن كارولينا هي على بكين وليست على باريس ولا ترغب أبدا بخسارة هذا الحليف الفرنسي في مواجهة الصين والنفوذ الصيني المتنامي وبالتالي علينا أن نتابع الأيام المقبلة لأنها ستكون حبلة بالكثير بخصوص هذه الأخبار والأنباء بالعلاقة الفرنسية الأمريكية وكل تطوراتها كارولينا وبانتظار الاتصال وبانتظار لودريان في الجمعية العامة الأمم المتحدة لأن ماكرون قيل أنه لن يشارك في أعمال هذه السنة شكرا جزيلا لك من واشنطن مرسلنا مجدي ياسيجي ترجمة نانسي قنقر